دائما بسم الله نبدأ مرحب بك في مقرر تنظيم حاسبات اثنين وفيه ننتقل إلى الباب الثاني وهو بعنوان Pipeline and Vector Processing في هذا الباب نبدأ بالدرس الأول في هذا الدرس سنعرف تعريف المعالجة المتوازية وسنعرف مصطلحا جديدا هو الثروب أيضا في هذا الدرس نجد مقارنة بين Serial Processing والParallel Processing نبدأ بالموضوع الأول Parallel Processing Definition هذا يوضح لنا تعريف الparallel processing Parallel Processing denotes any technique used to provide simultaneous data processing tasks معنى هذه الجملة أن المعالجة المتوازية تطلق على أي تقنية تستخدم في الحاسبات لتوفر مهمات معالجة للبيانات في نفس اللحظة Simultaneous Data Processing Tasks كيف يتعطى هذا؟ The system may have two or more ALUs أي حاسب يعمل بنظام المعالجة المتوازية قد يكون فيه اثنين أو أكثر وحدة حساب ومنطق نعرف أن ALU اختصار لأريثماتيك وجيك يونيك وبهذه المعاصفات يستطيع هذا الحاسب أن ينفذ اثنين أو أكثر بسماعاتيك وجيك يوميك mayo الشيك تطلق على أي مرتكبش ما هي نتيجة هذه المعاصفات؟ بسماعاتيك وجيك achieved ليبس لسAME PEAK ما هي نتيجة هذه المواصفات؟ له المقدرة على إنجاز العمليات في زمن أقل إنجاز العمليات في زمن أقل نطلق عليه Faster Execution Times هناك أيضا تعبير آخر لوصف هذه القدرة على إنجاز العمليات في زمن أقل نسميها الثروبوت ما هو الثروبوت؟ روبوت is the amount of processing that can be accomplished during a given interval of time إذا كان لدينا حاسبين حاسب واحد كمبيوتر ون وحاسب ثاني كمبيوتر تو وأعطينا عدد من التعليمات لنفس الحاسبين مثلا عشرة تعليمات 10 Instructions وطلبنا من كل حاسب أن ينفذها لنا الحاسب الذي ينتهي من تنفيذ هذه التعليمات في زمن أقل نقول أن له روبوت أفضل لماذا؟ لأنه أنجز كمية من المعالجات في زمن أقل فإذا كنا نقيس بوحدة الزمن فنقول مثلا كم من العمليات يستطيع الحاسب أن ينجز في ثلاث سكن؟ وعطينا عشرة تعليمات للحاسب الأول أنجزها كلها ولكن الحاسب الثاني يحتاج إلى خمس سكن ليتم إنجاز العشرة تعليمات في هذه الحالة نقول أن الثروبوت للحاسب الأول أفضل وبالمحصلة المعالجة المتوازية دائما تزيد الثروبوت للحاسب كيف؟ دائما الحاسبات التي تعمل بالمعالجة المتوازية توزع البيانات على وحدات متعددة تشتغل إما بتنفيذ عمليات متشابهة أو مختلفة في نفس الوقت على هذه الداتا فداتا تذهب مثلا إلى يونت 1 لإجراء عمليات حسابية مثلا عمليات حسابية وتذهب إلى يونت آخر 2 لإجراء عمليات من نوع آخر قد نقول عمليات إزاحة مثلا ففي نفس الوقت الذي تجرى فيه عمليات حسابية على الداتا في الفنكشنل يونت 1 تجري عمليات إزاحة على نفس الداتا في الفنكشنل يونت 2 إذن وزعنا الداتا على فنكشنل يونت مختلفة يمكن أن تقوم هذه الفنكشنل يونت بتنفيذ عمليات متشابهة أو مختلفة في نفس الوقت وطبيعي أن هذا يزيد من الثروبوت لأنه يقلل من زمن الإنجاز إذن الإكسيكيوشن تايم كل ما كان أقل معنات أثروبوت أفضل وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر